بمن ثلاثة الذكرى العشرين يعودت منطقة هونكون لإدارية الخاصة إلى أحضان الوطن الأمة واقتراب تغير للرياسة لحكومة المنطقة الخاصة أجرت الرئيسة التنفيذية الجديدة لمنطقة هونكون لإدارية الخاصة مقابلة خاصة مع وسائل العلام المركزية قالت فيها إنها شهدت تطبيق مبدأ سن واحدة والنظامان بنجاح في هونكون ولذلك ستضيطون المبدأ على نحو شامل ودقيق وبموجب القانون الأساسي ستقود حكومة المنطقة الخاصة ومختلف الأوساط المحلية لجعل هونكون منطقة إدارية خاصة حية ونشيطة عمل في حكومة منطقة خاصة منذ أكثر من 36 عاما ويمكن قول إن النصف عملي قبل عودة هونكون ونصف آخر بعد العودة أي من الممكن قول إنني شهدت التنمية عمى لهونكون قبل وبعد عودتها أعتقد أنه في الأعوان العشرين الماضية تحقق النجاح إزاء تنفيذ المبادل الأساسية متمثلة في الصين واحد والنظامان وهل هونكون يحكمون هونكون مع درجة عالية من الحكم الذاتي؟ عند استعراض الأزمتين الماليتين التي واجهت هما هونكون وانتشار وباء السالس في عام 2003 بعد عودة هونكون تعاملت كاري لام مع هونكون في إطار من دعم الوطن الأم وفيما يتغير بعد عودة هونكون أشارت إلى أن ما يتغير هو تنمية هونكون بحيث حصلت نسبة التنمية التراكمية لهونكون على 82% في الأعوام العشرين الماضية لكونها مركزا ماليا دوليا أما ما لا يتغير فهو المبادئ الأساسية الصين الواحدة والنظامان وأهالي هونكون يحكمون هونكون مع درجة عالية من الحكم الذاتي وفي إطار تذكرها لحظة توليها منصب الرئاسة من رئيس مجلس الدولة اعترفت كاري لام بأنها شعرت بالمسؤولية البالغة والطريق الطويل نحو تحقيق الأهداف كرئيس تنفيذي لمنطقة هونكون الدارية قاصة هذا منصب ميز وفريد لا يتحمل مرأة مسؤولية عن منطقة هونكون الدارية قاصة فقط بل يتحمل مسؤولية عن حكومة الشعب المركزية أيضا لذلك كيف نتحمل مسؤوليتين اثنتين بشكل جيد في ظروف معقدة بل كيف نحقق توازن في العلاقات بين منطقة هونكون الدارية قاصة والحكومة المركزية مع مواد القانون الأساسي الأمر الذي يعد تحديا كبيرا أعربت كاري لام عن ثقتها التامة بالتنمية الوطنية قائلة إنه في ظل التنمية الوطنية تشهد هونكون آفاق تنمية جيدة كما عبرت عن أملها في تقديم أداء جيد للأعمال المستقبلية على أساس تجاربها السياسية الشخصية وأفكار حدها عند الانتخابات سعيا لجعل هونكون منطقة إدارية خاصة حية ونشيطة وحول بعض النزاعات الاجتماعية التي تحدث في هونكونج حاليا ذكرت أن استقلال هونكونج يخالف مبدأ الصين الواحدة والنظامات والقانون الأساسية تماما وسيؤثر ذلك على تنمية هونكونج وازدهارها ولن ينجح هنا ولن نسمح بذلك وأضافت أن واحدا من أعمالها المستقبلية الجوهرية هو بناء الوعي الوطني باب هونكونج وطالبت بإدراج التاريخ الصيني في الحصص الإجبارية في المدارس الثانوية مع تعريف الأطفال بالثقافة الصينية متمنية أن يرتبط الشباب بمشاعر خاصة تجاه هونكونج وبالأفكار الوطنية والرؤية العالمية